لاتفاق حصة اقليم كردستان وصلاحياته الدستورية عنوان الخلاف القديم الجديد بين حكومتي اربيل وبغداد اذا اعادت عاصفة الخلاف على فقرتين في الموازنة تمسوا بحقوق الاقليم التوتر والنفور بين الكرد وبغداد تحديدا الخلاف الذي احدث شرخا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وقوى من الاطار التنسقي وهم الذين اتحدى فيما مضى ضمن اتلاف ادارة الدولة الذي شكل حكومة السوداني ما يهدد بحسب مراقبين بانفراط عقد التحالف بينهما وضع العصى في دولاب الحكومة عنوان عدم الثقة عند الطرف الكردي بنوايا بعض نواب الاطار التنسقي اذ تقول اربيل ان الاتفاق السياسي لم يترجم على ارض الواقع وعلى الرغم من نجاح الديمقراطي الكردستاني في تأجيل التصويت على فقرتين موازنة خاصتين بحقوق الاقليم الا ان التعديلات الاخيرة التي اجرتها لجنة المالية النيابية وصفت برصاصة الرحمة لاتفاق نواة تشكيل الحكومة وهو ما تسبب بحرج شديد لحكومة السوداني اذ تواجه عاصفة تهدد مصير افائها بوعودها لما جاء في منهاجها الوزري وتحقيق برنامجها على الارض تحديدا فيما يتعلق بحسب محللين في مسار انتخابات مجالس المحافظات التي لن تتحقق في حال لم تقر الموازنة الثلاثية وهناك ما يشيب وجود نواة لبعض نواب الاطار التنسقي بالتنصر من الاتفاقات السياسية التي مهدت لذشكيل الحكومة سيما بعد التهديد بصحب الثقة للنائب الثاني لرئيس مجلس نواب المنتمي للبارتي ويرى مراقبون ان تلك الخلافات تفتش عن ازمة ثقة قد تثقل مهمة السوداني في محاولة رد من الصدع قبل ان يتسع في المشهد السياسي المتوتر على امتداد العلاقة بين بغداد واربيل اشتركوا في القناة